بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقات غلاسة نص الليل الساعة لان اتناش ونص احلى وقت نحب نغلس فيه واليوم احنا نغلس على العرسان والاستعدادات اللي بيعملوها العرسان اليمنيين قبل الزواج بشهر يعني انا ليا فترة سنوات ما رحت عراس انا انسان اكره التجمعات والازدهامات وما احب مقايي نلقات لاني ما اخزن اصلا فما بروحش ولكن غلطنا اروحنا عرس واحد صاحب قبل عدة ايام يعني يحقق علينا مش انعيدها مرة ثانية لان احنا اللي شفناه هيخلينا مش نروح مرة ثانية اصلا لانه تحملوني شوية ولح العرسان هيشتمونا مشت من ليلة خلوها على الله في العالم كله لو رح شفت اي عريس هتلاقي العريس ابيض بالذات الاجانب هتلاقي ابيض ينور مسترخي قاعد يضحك مع القسيس ومع الضيوف يعني واخدوا الامور ببساطة تعالوا عند العريس الياباني لا من قبل الفرح يبدأ مرحلة التطور ساعة البوكيمون ينتقل لمرحلة ثانية شهر كامل من الاستعدادات يعني رجل المستحيل ورايح في مهمة استخباراتية اللوز البلدي والعسل البلدي والثوم الذكر مع الحبة السودة وتسعة طن عسل صدر على امه تحشيلها العنبر في الاكل من هنا واصحابه يدسوا لهالفياغرة في الببس مع القات من هنا واخوانه يروح يجيبوله القات من من ايلات من حدود تل ابيب هذا قاتل عريو قاتل حريو يجيبوله قاتل من فين جايبينه هذا قاتل حريو فيقعد شهر استعدادات طبعا لما تدخل انت قاعة الفرح يعني يوم العرس طبعا انت متعود صاحبك لك اربع شهور ما شفته انت اللي تعرفوا انه كان اخر مرة شفته فيها كان وزنه سبعة عشر كيلو وطوله متر ونص فاجأة تلقاه صار جرندايزر على الكوشة طوله مترين ووزنه مية سبعة وتسعين كيلو واحمر ومنفوخ وبتنفس بصعوبة هذا فقط من الاستعدادات والله تيجي تسلم عليه يدك تتلسع فيه من الكلب حرارة فيه حرارة يعني لو تحط بطين على راسه تتسلق لوحدها والله من كثر من تفخ سار راسه كده تحسته اشتراء ايام الرخص الرأس هذا مش طبيعي وبعدين تحسوا قاعد على الكوشة انت طول عمرك تعرفوا انه شاب تافه طايش اه حق شوارع فجأة تلقاه على الكوشة يوم الفرح يعني العرس قاعد مراد على مدار عليه تركيز تركيز مركز الناس طبعا حوالي ما هيصين هو يسلم عليك وحسه مش معاك والله لكنه اه بعد ساعتين وراء مش دخلة لا بعد ساعتين رايح يفتح خزنه هيقعد يفتح خزنه قاعد مركز مراد على مدار قاعد على الكوشة على غفلة مركز ويخطط ويفكر يعني مش بعيد تلقاء الدخلة داخل معاه مصطرة حرف تي وفرجار كيف هي خطط العملية العملية انتحارية على فكرة تشوف العرسان مش الكل احنا بنغلس لكن بعضهم عملية انتحارية تيجي لعنده وفاقة الذاكرة مش مركز بين معاه اصلا هو معاه هدف امام عينه الان حياته متوقفة للحظة الجاية اما في الزفة تلقى الناس بيرقصوا كده ارطغل والله ارطغل واقف في الزفة السيف هنا والبندق هنا والريحان هنا والناس تلقصوا بين الناس يعني انا اذكر بعدة سنوات كان فيه خبر حقيقة انه عريس يمني تم يعني اسعافه الى المملكة العربية السعودية يوم فرحوا ليش لانه اخد خمس حبات فياقرا خمس حبات يعني بخمس حبات هذه انت ممكن تفتح الاندلس على فكرة والله ممكن تفتح الاندلس بخمس حبات فياقرا فتلاقي العريس من من كثر الاشياء اللي هو متعاطيها واصحابه كل واحد في ادانه يغششوا من هنا واخوه من هنا واذوك من هنا ويقطفوا لهالقات بيوفر طاقة والله حطينه على وضع توفير الطاقة وهو قاعد انا اشوف انا قاعد جابه عند الكوشة واشوف كل واحد يقطوا لها المالة عنده هو يشرب يقربوا لها الردبون خلاص هتنفجر والله وصلنا للبيت لما دخل للبيت لو تشوفوا دخلته للبيت هو داخل والله يسجل دخول اقوى من دخول جون سينا الدخلة واحدة هو داخل يعني اقوى من دخول بروك لزنر هو داخل هو داخل انا قلت الله يستر طبعا بعد كله يعني مش على صاحبي بشكل عام تلقى ام الحريوة تتصلها الصباحية تطمن عليها ها يا بنتي ايش اللي حصل تقول له يما ما حصلش حاجة ما ليك يا بنتي تقول والله ما حصل شي ليش ما لبستيلوش ما دلعتلوش استحيتي ولا افتجعتي تقول له مش مني يما هو ما لتقول مادري ما لو اول ما دخلنا اخدوش وبعدين حمر وبعدين صدر منه وميض بنفسها جي وفجأة بديدخن طلع منه دخان وغم عليه جيو اخوان وسعفو من كتر الاشياء اللي بيتعاطوها العرسان بعض العرسان والله عن جد يا جماعنا والله ما امزح انا بحاول اخلي الموضوع غلاسة لكن حقيقة شفي يا ابني ما لك وراي عند خالد ابن الوليد داخل تفتحها قرطاج انت وليش معاك الراحة يا ابني زمان كانوا الاهل يقولوا هي شك الدبوس الان امانة استعداد ومنديال والله تلاقي العريس في اليمن قبل ما يتزوج يعملوا له مخيم تدريب اقوى من مخيم المنتخب اليمني منتخب اليمني قبلها باربع سابيع يعني منتخب يعني مخيم تدريبي هذا من قبلها بشهر ونص هو ما قاعدين يحشوا فيه تيجي الرجال انا اشوف الرجال محمر مسود وجه في القعب ما لك يا ابني شفيه يا شباب خلوا عندكم ثقة في النفس را الامر انا عارف العزبية انا فاهم يعني انه العزبية بعضهم مش فاهمين بعضهم عايش على الافلام اياها فبتهيالوا انه داخل حرب الموضوع مش كذا يا شباب را انت مش جايب واحدة من فيلم من فيلم الافلام زي 18 جايبها الليلة وحتى لو جبت انت مش بساحدات هذا كله اللي انت بتعمله هذا ممكن تفتح به شركة افلام اه انتاج افلام اياها فا حبائي الشباب خلوا عندكم تخبيل نفس اهتم بصحتك مش وحش تهتم بصحتك لكن مش للدرجة هذي يعني يعني ما زاد عن حد وانقلب ضده انت كده ممكن تدور نفسك يعني ممكن جهاز المناعة عندك يعلق ويضرب عليك زيادة في التحميل بالراحة الامور ما هيش مش محتاجة هذا كله المهم رحنا للرجال العريس طبعا انا اول ما دخلت ما عرفتوش انا اخر مرة شفته قبل خمس ستة شهر ما كانش كده طبعا والله فتحسوا قبل الفرح باسبوع يتطور ساعة البوكيمون لا نطول عليكم حبينا نغلس عليكم اخر الليل والله يعني انا 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 اتفاجعت انا عن جد ما روح افراح بس لما شفت اللي كده فكان لازم نطلع نغلس الليلة تحيات انا لكون العرسان الله يهنيكم ما هذا كله اللي بتعملو كلام فاضي طب الاشيال اخدت هذيها طيب انت شهر واحد وباقي العمر وباقي العمر ايش ما انت لو هتعيش على الحالة هذي ميزانيتك هتخرب فلا تعود الحريبة من البداية على حاجة انت مش قدها بعدين والامور مش محتاجة هذا كله اصدقائي المتابعين فيه معتقدات خاطئة عند الشباب حبينا نغلس عليكم ساعة الان واحدة للربع تصبعه على خير